ننتقل معك إلى زيارة وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى لبنان ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع والمواقف التي أطلقها من وزارة الخارجي يعني المواقف السياسية والاقتصادية البارزة كانت على منبر وزارة الخارجية أول شيء حكي بالسياسة أنه لبنان بلد شقيق وصديق وشريك في هذه المنطقة حسب ما تعتبر الجمهورية الإسلامية هل لبنان شريك استراتيجي لإيران في المنطقة حسب نظرة إيران للبنان أنا ما بدي أحكي عن نظرة إيران للبنان هذي الوزير الإيراني بيحكي عنها هو هيك حكي شريك في هذه المنطقة نحن لك نحن عنا علاقة جيدة مع إيران ومستمرين بتحسينها لكن أنا ما بدي أسميها استراتيجية أما غير استراتيجية بس هذي موقف إيراني وهو حر يقوله وإله من الوزارة الخارجية وأنا ويفحده ما في مشكلة مشيك إجي وزارة خارجية من قبل يعني لم تحرجك هذه المواقف السياسية والاستراتيجية يعني لما حكي عن حكي عن المقاومة حكي عن تذكر شهداء المقاومة الكبار حكي عن شهداء عماد مغني وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق يعني كل هذه المضمون حكي على منبر وزارة الخارجية حكي أنه نحن بالاجتماعات أو ما نحكي بالاجتماعات حكيه نوي على الخارجية وأنا أفتخر أنه لبنان منبر للكل وإذا إجا وزير أميركي أما وزير أوروبي أما حضرنا أو وزير سعودي بدي يحكي شي معاكس أهل وصالة فيك يعني هذي ما بتجبرنا أنه نكون نحن مثل ما هو عابيقوله هذي السياسة الإيرانية وهو حر فيه أحر يقوله وأحر وصالة فيه أنا ما عندي مانع بالمرة يقوله من منبر لبناني من منبر وزارة الخارجية بالذات يعني شو علي وكان في صحافيين كتار يومتا حكي كمان عن الملف النووي وقال أنه يعني بالملف النووي السلمي لإيران نعتمد المفاوضات وقد تحدثت بشكل مسهب مع زميلي العزيز وزير الخارجية اللبناني حول هذا الموضوع صح خبرنا شو ما فيدي خبرك كل شي فيه يعني خبرنا يعني خبرنا صح بالنسبة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية المفاوضات الإيرانية السعودية الملف النووي ما اطرر كتير للمفاوضات الإيرانية السعودية المفاوضات مع الأمريكان أنا كنت عب بسأل وأنا بذكر أنه جوابته على واحد سؤال أنه هني كان بدون مش الرئيس بايدن رؤسة اللي بيجوا بعد الرئيس بايدن يكونوا ما ينسحبوا مثل ما انسحب الرئيس ترامب قلت له ما بقدر يعطيكيها هذي الرئيس بايدن والسبب تعرف هذي بدى حتى ما يقدر الرئيس ينسحي بدى موافقة 60 شيخ من السانتر من مجلس شيوخ الأمريكي من مجلس شيوخ من أصل المية والرئيس أوباما ما إذا بحصل غيرها 42 مش 50 42 42 41 بوقفوا النقاش بيمنعوا مجلس شيوخ أنه ناقش هالموضوع فمن ثم بيطلع قرار رئيسي إذا قرار رئيسي بيقدر الرئيس تاني غيره ما يتصار بأمريكا هذا الشيء الوحيد اللي أنا بتذكر هلأ أنه شحكم ونقلوا ما بقدروا يعطيكم فيها بس حكينا عن الماضي بسه يعني مفاوضاتهم على الآن عند هالنقطة بالتحديد ولا في لها النقاط هذه واحدة من التفاصيل برأيك يعني تأثير المفاوضات الإيرانية الأمريكية والمحادثات الإيرانية السعودية على الواقع اللبناني هل لها تأثير كبير مثل ما البعض بيعتبر أنا بيعتبر إيه بيعتبر أنه فيه انفراج خاصة إذا صار في اتفاق سعودي إيراني باليمن ببلش وأنا بيعطي أنه هاي اللي بيكون إلي عن العكسات قوية مش علينا بس على المنطقة ككل وإذا كانت القضية النووية قضية مع الخمس دول زائد واحد يمكن ما يكون لأنه إسرائيل ما رح تكون مبسوطة وفي دول عربية ما رح تكون مبسوطة شو بيصير ما بعرف بس كل اتفاق نحن نفتح لأله لأنه الصراع مثلا أنا بيبنا فيه صراع إيراني مع دول غرب خاصة تنوليات المتحدة ومع دول الخليج أيضا ومع دول الخليج أيضا طبعا فإذا إذا إذا مع أنه دول الخليج غير ناشطة ودقول للأسف هلأ بنحكي عنا هلأ بنحكي مع علاقاتنا مع الخليج يعني أي انفراج بالعلاقات بينتهم بيسهلنا أمورنا هون ما بيحللنا أمورنا بيسهلنا أمورنا كيف يعني من النواحي السياسية الاقتصادية سياسية 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 يعني على صعيد التركيب السياسي الداخلية صح بالنسبة للموضوع الاقتصادي حكي عن كهرباء ومرفأ وشركات إيرانية على استعداد لبناء معملي إنتاج للطاقة الكهربائية حكي عن أيضا استعداد لكمان المرفأ يعني صح للمشاركة بإعادة عمار المرفأ كل شيء ما بيدون لكنه ما بحستن أنا بياه هادي أزا بحستن مع زملائي أزا بحستن مع زملائي ما بعرف ما ورد شيء من الزملاء بقول إنه يبحثوا هادي معه بس ليس طلع من عندك حكي عن كل هاي المؤتمر؟ لأنه هو المؤتمر الصعب فيه اتفاق كان بالزيارة لأنه هو وزير خارجية دايماً هيك مثلاً مرة وزير خارجية بومبيو من الخارجية كلهم كلهم بيعملوا هيك نعم لبنان بعزلة اليوم شو لازم ينعمل لإعادة بناء عليقات لبنان مع محيطه مع أشقاءه هل في دور لوزارة الخارجية شو نظرتك؟ أنت قلت للأسف الدول الخارجية مش ناشطة حالياً باللبنان هيدا شو بيرتب؟ أولاً لبنان مش بعزلة كاملة بتحكي عنها نحن بعزلة بالمنطقة إيه؟ مثلاً سوريا نخشى أنه يصير علينا عقوبات إذا تعاوننا ومفتحنا مع سوريا مع أنه فيه تعاون مع سوريا حسب المصالح اللبنانية السورية لكن مع الدول الأوروبية مع الدول الغربية فيه أفكر فيه انفتاح علينا قوي والزيارات اللي كنت عم تشوفها هون اللي كانت أوروبية يعني فيه المبادرة الفرنسية اللي ضلت يعني عم تمسكة بيقولوا بيمكن خيوط الحياة وعلى الأكسجان أنه الضل موجودة والضل فيه بالآخر أنه طلعت الحكومة غير مطابقة للمبادرة الفرنسية اللي كان بدأ حكومة مهمة ولكن كان فيه هذا الجهد الفرنسي والتواصل الفرنسي الإيراني اللي أنتج الحكومة حكومتكم شو معناته هاي أنه الفرنسيين رغم اللي صار بس بس سنة وربعة الماضي يضلوا مستمرين وبيدعم أميركي خاصة من رئيس بايدن بعهد هلأ الرئيس بايدن بيدعم أميركي ودعم أميركي بتأمل لألهم الأبن المرتاحين هني لوجود الحكومة لا لأن هني دايما رئيس الحكومة رئيس الحكومة الراح تاني بعد كم يوم عزموا الرئيس ماكرون على غدا عنده واتصالوا مع الرئيس جمهوري وكان في استقبال كبير بس كان دايما الموقف الفرنسي أنه بدنا نرائب عمل الحكومة ونرائب الإصلاحات طب لحد هلأ ما فيه ولا بقدرة إصلاح وين أنه الكهرباء كانت تجي ساعتين صارت تجي نصيعة بنها لسه بدك ندخل فيها بس خليني أقول لك ما حدا مننا إجا ومعه برنامج شو بدي يعمل لا ما حدا ولا نحن جروب معظمنا ما بنعرف بعضنا بس فيه برنامج للحكومة فيه أولويات ما هذه حكومة ما هذه حكومة عبتعمل برنامج مش أنه جاي أنا جاي معي برنامج وبدأ نفسه كل واحد جاي معه برنامج نفسه هذه الحكومة عبتعمل برنامج سرعا لا مشكلة هلأ مشكلة طيونة شوية وقفت بس ما وقفوا الوزراء من الشغل فيها وقلتلك أنه وفد الصندوق النقد كان مرتاح من اجتماعه مع وزير الطاقة نعم وهذه الأهم وهذه المهمة فيها لأن أي نجاح للصندوق مع المفاوضات مع الصندوق بد تكون مقرونة بالكهرباء ما رح تكون الكهرباء شي وهي شي وهوم بد يدخل البنك الدولي كمان نعم لأنه إذا ما كانت بالطريقة هذي ما رح يزبط شي وهذي كلها عمل الشغل عليها بهالطريقة هيا حتى تزبط كلها لا تاخد وقت نعم هل ستبقى أبواب السعودية مقفلة أمام لبنان ماذا عن علاقة لبنان مع الدول الخليجية أنا علاقة منيحة مع عدد دول الخليجية ببلش فيها يعني من الكويت لقطر أنا اجتمعت فيهم ببلغراد باجتماع دول عدم الانحياز وكانت اجتماعات ممتازة لكويتي الوزير الكويتي أول وزير تلفل مما ما طلعت الوزارة بذات اليوم يعني فمشكور من هالناحية والأمرات مش بعيدة عنا اجا السفير لهوني وخبرني كتير أشياء إيجابية فعنا علاقات قوية مزبوط انه السفير السعودي ما شفناه وما في هالقربة بيننا وبينهم لكن مش مننا نحن بنا هنه اخلي موقف اخلي موقف لقضايا نحن منعتبرها اقليمية هنه بيعتبروها داخلية الأمريكان كان يعتبروها داخلية ونحللوها اقليمية باعتقد اليوم الأمريكان مرحلوها بس باعتقد من تعاملهم معنا ما اعتبرونا هذي اقليمية منا محلية يعني موضوع السلاح حزب الله وحزب الله بتعتقد انه الأمريكان اعتبروا انه هذا شأن اقليمي وليس داخلي هذي اعتقد اكتر ما هو ما سمعته منهم ولكن لمست انه ما فيهم لبنانية عليا هذة اذا بده حلوه ما بيقدر حلوه لبنانية فهذي اشياء اقليمية بدافزة السعودية بعدها بتعتبروا انه هذي قضية داخلية لبنانية لازم يحلوه للبنانيين قبل ما نحن كمعوه هنا موقف لكن نحن ما بنقدر نقل اكتر انا مستعد اجتمع بالسفير السعودي اي وقت بيطلب وانا مستعد زور السعودية اي وقت بيصحون للمجال لكن اكتر من هيك شو برك تعمل يعني ما في بليد حيلة لتحسين العلاقات ودخلوا الامريكيان تتذكر انت قبل ما تتألف الوزارة راحوا سفيرتين من هون بشيك الامريكية والفرنسية على السعودية على السعودية وما نشحوا بمسعاه هون فالغرب لا بهموا انه تصلح حلقتنا مع السعودية لكن ما فيها الاستعداد ماذا عن سوريا مع سوريا بتعرف اليوم عنا الغاز وعنا الكهرباء بديم رؤوا بسوريا وفي تعاون كامل فيها ونحن اي وقت منلاقي مصدحة حتى كحكومة عابب حكي مصدحة حتى تقضى انه نحكي مع السوريين ونحكي مع السوريين انا استقبلت السفير السوري وكان حكي كتير واجتمعت ببينغراد بالوزير السوري وما في مشكلة ابدا من هالناحية خليني اقولك بعد شي يا سيد جوش انه باخر اجتماع لا قللي بمجلس الوزراء انا اخر اجتماع ما كنت فيه اجتماع اللي في الخلاف ما كنت فيه ما كنت فيه اللي قبله كان يوم متى وزير الاشغال قال انه مثلا السورية عبتفرض على الكاميونيت اللي بيروح على العراق وعلى الخليج عبتفرض رسومة عالة كتير وعطا المجلس الوزراء عطا الاذن انه يقعد مع الزميله السوري رسميا باسم الحكومة وفاوض على الاساس ما تقللي بتسألني شو طلعت النتيجة لا ما بعرف فلا انه اي شيء بتعاطب مصطحاتنا ما وقفنا احنا ما حدا طلع بره وتلفن لحدا وقال له بيخل اما بيعطي لا اقار زيارة سوريا اذا كان راحت زميلة السابعة سيدة زينة عكر وزيرة خارجية كانت ودفع اكيد وراحت هي رئيسة الوفق اليوم اذا تقتضي حكومة نجيب بيطاتي ان يكون هناك زيارة الى سوريا هل مستعد اذا مستعد لبنان تستدعي ذلك انا بتأكد انه اي انا شخصيا اي بروح ما عندي مشكلة هل صحيح انه سمعت من بعض السفراء تقييم خطير للوضع في لبنان من اي ناحية سياسية اقتصادية امنية لا من النواحي الاقتصادية طبعا الوضع خطير الوضع ممنح مش هيك كلنا من معرف يعني ما بده مثلا بقوله ما بده فلسف وحتى كمنا بروحوا الى ابعد من هيك بيقولوا انه التقييم الخطير للوضع الاقتصادي قد يؤدي الى الى الاخلال باستقرار البلد هل في سفراء نقلوا لك هذا الموضوع لا ما حدا لكن هيدا بالتحليل هيدا الخوف الغربي هيدا الخوف الغربي انه الحالة الاغصالية اذا استمرت بالطريقة ستؤدي الى انهيار ولا هجرة طويلة عريضة الى اوروبا تبعا هذا الشيء واحد الاشياء اللي احنا رح نطلبها من سندوق النقد الدولة انه واللي عملها الاردن هي انه بنى دراسة تقييم شو اثر الوجود لاجئين سوريين او نزحين سوريين على الاقتصاد اللبناني عملها الاردن نتيجة لذلك طالب بمساعدات اكتر وحصل عليها وعسلمتهم فيها نحن محسورين منه نبنعه مثله نابنعه نابنعه